يلا احكي انا ولا انتي انا السمك المحشي بالبصل والسمع بدنا سمكة اللوت وزن 2 كيلو معلقة كبيرة توم مهروس ربع كوب عصير ليمون معلقة كبيرة ملح معلقة كبيرة بهارات السمك معلقة كبيرة كمون ومعلقة كبيرة كزبرة من فرشكو معلقة صغيرة فلفل أسود وبابريكا نكمل ومقاديرنا حشوة البصل 2 كيلو بصل نص كوب سماء معلقة صغيرة ملح معلقة صغيرة فلفل أسود ربع كوب زيت الزيتون احكي لهم انا عسل لاني هيكو تحطها بالفن صالها اكتر من ساعة وربع انا بس اقول لهم ايش عملنا عملنا التطبيل المعتادة للسمك اللي قلتلكم عشان نضيع زنخة السمك وياخد السمك النكهات اللي احنا منحطها ويكون لذيذ حطت التوم وليمون وحطينا ملح بهارات السمك حطينا كمون ضروري كمون يا جماعة ما بتحبوا كتر كمون الكزبرة حطيناها تمام وبيحبوا بهارات مشكل اذا ما كانت بهارات السمك بزبط وسهي بهارات السمك هي نفسها بهارات مشكل بس مضاف لها كمون وكزبرة تمام تمام طبعا طيب بدي اعمل الحشوة يلا اللي بدي احطها على السمك الحلوة اللي طلعتها هلأ بالفرن يعني هاي قبل ما تفوت على الفرن هاي بعد ما فاتت على الفرن تمام اوكي انا عم بس عم بحاول اعلاقي يعني عرفتي انا خايف اسأل هاده بصل هاده بصل هاده بصل انتي فردتية اه اوكي طيب خلينا قولهم مبرت هاي اليوم بيتو صاير لها والله طالع من وجع راس بس راسي بوجري اعملو كملي كملي اهم خلينا اقول لكم انا جايف اتنين كيلو بصل ثاس اط Taعتهم شرائح وراح ستستغرب انه نحن نحن متعودين عنك سماء والبصل مع السمك اوكي صح بس من قطيب الوصفات اللي ممكن تدقها بحياتكم ساعتmani هاي والله اسمعي أنا أحب أسنعب السؤال أحب أن أبتكر كثيراً بالبيت وأجربتها وكانت كثيراً لذيذة فأعملتها ونحن أضع قليلاً من الليمون ونحن أضع سمك سماء طبعاً كثيراً سماء يأخذ نكهة كثيراً مميزة سماء كثيراً أفرك البصل فيه كثيراً يعطي طعامه هيك سبحان الله اسمع البصل يضيع كثيراً زنخة السماء يأخذ السمك نكهة كثيراً مميزة كثيراً طيب كثيراً طيب شايفي كيفو خلص سأحشيها وين هاي السمكة والأشي بصل وسماء وليمون وليمون ورشة ملح بس ورشة ملح سأأخذ الحشوة جوه وين السمكة عشان تنقل كل نكهة ويفتح السمكة بالأشي الخد بهاي طريقة هلأ هتقولوا لي البصل هذا وين رح يروح بصل الزيادة بدي أحطهن هذا البصل رح يدوب رح يبطل ببين شوفه زيك المنظر يا عمي أنا شايفي اللي طلعتها تركتها لا داب بدي أغطيها أول عشرين دقيقة بورق الفويل بعدين أطلحها أتركها كمان عشرين دقيقة لسا طب ليش فيه سمك بتغطي وسمك لا هاي بدي أغطيها لأنه ما في عندي أي نوع سوائل أي نوع سوائل في أنت سمكة رح تنشاف فبنا نكون حارسين أنه ضل شوي الصوس فيها لحتى تستوي تمام؟ سؤال في محلة لسألة بدي أسألك كمان شربة الفريكة لأنه باري حاولت أن شربة الفريكة ما ضبطت مياه لا، مزيزة ما سألت لي عن الهواء وشيت استحيحة أربع سنين وإني إياها على الراديو استحيحة أبعت لك إن باري أقولك شربة الفريكة يامتياز كيف تنعمل يامتياز ليش 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 قولي لي وصفتها بفرعة طب خلينا نقولهم هاي من نغطيها بورق فويل بعد من نغطيها بورق فويل بعدين بتشيلو وبتركها كمان تقريباً لتكمل الأربعين دقيقة لخمسين دقيقة لتجهز ترجمة نانسي قنقر